قيمة في العاصمة الألمانية برلين الجولة الختامية لكأس عبان للغولف حيث تم تسليم الجوائز للفائزين في حفل شهده عدد من محبي الرياضة وعشاق الغولف وشهدت البطولة إقامة 28 جولة في ألمانيا بمشاركة واسعة من اللاعبين الألمان في جميع محافظاتها مما يعطي مكانة سلطنة عمان في رياضة الغولف على مستوى العالم في أجواء تنافسية رائعة أظهر خلالها المشاركون مهاراتهم العالية في اللعبة وتؤكد بطولة كأس عمان الغولف عن دورها في تعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين سلطنة عمان والدول الأخرى بجانب أنها وسيلة لبناء مجتمع صحي ونشط أقيم الحفل تحت رعاية الوزير المفوض سالم الحبسي نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان في برلين